من بداية اتاحة حصول المواطنين على اللقاح الخاص بفيروس كورونا والدولة بتناشط كافة المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص باللقاح وشوفنا ناس أخذت اللقاح وناس تانية مستنية دورها أنا منهم شخصيا وفي ناس عندها ألأ طب إزاي نسجل إزاي نتابع الدور بتاعنا ولحابين مثلا نعدل المكان نعمل إيه وهل يطرى مصر هتدخل في عملية تصنيع اللقاح ولا لأ وهل في فرق بين اللقاح ده واللقاح ده ولا لأ تفاصيل كثير قوي حابين نتعرف عليها من ضفنا اللي منورنا الأستاذ وليد عبدالسلام مسؤول ملف الصحة بجريدة اليوم السابع أهلا بيك وصباح الورد عليك صباح الورد على حضراتكم وأهلا بيكم إن شاء الله يوم مميز وصباح الورد على كل السادة المشاهدين أهلا بيك أستاذ وليد وليه الحد دلوقتي برغم كل التحذيرات وبرغم نحن بنقول دخلنا في الموجة التالتة وربنا يستر لو فيه موجة ربعة بنلاقي برضو أن الناس اللي دخلتوا سجلت على موقع اللقاحات عددهم قليل هو إحنا دلوقتي الوعي بيختلف من مرحلة لمرحلة والحمد لله عفوا الحمد لله وصل عدد المسجلين على الموقع الإلكترون دلوقتي أكتر من 3 و 3 من 10 مليون مواطن وبدأت الناس تقبل على الموضوع خاصة في الأول كان فيه دعوات من بعض الناس أو اللي هي الطاقة السلبية اللي بيصدرها البعض إن اللقاح لا يزال في مرحلة الاختبار ولا يزال هناك تجارب بتجرى من وقت إلى آخر على اللقاحات للتأكد من مأمونيتها وفعليتها لكن في ذات الوقت لازم نبقى فاهمين ومتأكدين إن اللقاحات بتمر بأربع مراحل مهمة جدا أو أي أدوية على مستوى العالم بتمر بمراحل مختلفة هم أربع مراحل المراحل دي متعلقة بالتجارب السريرية في مرحلة الأولى والتانية والتالتة لحد المرحلة الرابعة إحنا النهاردة الحمد لله إدرنا نتجاوز لحد المرحلة التالتة والربعة اللي إحنا ده كل يوم بيعد علينا بناخد الفاكسين أو بناخد الدواء أو بناخد العقار اللي بنحصل عليها على مستوى العالم وإن فكرة إن الوصول لدواء أو لمضادة حيوي أو لفاكسين أو لأي حاجة من هذه الأمور لمرض ظهر مؤخرا أو مرض مستجد زي الكوفيد بتبقى مسألة في غاية الصعوبة وبتحتاج بحث ودراسة عميقة وزي ما شفنا في الكوفيد ودي كانت ظهرة رغم إن العلماء بيبحثوا من عشرات السنين عن أدوية وعن مستحضرات طبية لأمراض بالمناسبة هي موجودة ولكن تكون أكثر تطور وأكثر فاعلية زي ما شفنا في الفيروس سي لما ظهر في العالم فجأة الأدوية المتعلقة بالفيروس سي إحنا ما اهتميناش قوي بتفاصيل مسألة التصنيع والمراحل اللي مرت بها عملية التصنيع قد ما اهتمينها بأنه هو شفاء وإنقاذ لحياة عشرات الألاف والملايين من البشر على مستوى العالم كان المرض ده بيفترسهم عشان ما نخرجش من الموضوع بس نرجع للفاكسين الفاكسين مر بأربع مراحل من التجارب السريرية كلها الحمد لله أثبتت الفاعلية الكاملة والمأمونية بما لا يقل عن 90% و90% المختصين في مجال الصناعات الدوائية والمختصين في مجال الطب من السادة الأطباء يفهمهم ويعلموا تماما يعني نقتصي الفاعلية بنسبة 90% فيش حاجة 100% حتى نجاح العمليات الجراحية والإجراءات الطبية المختلفة بتتم بنسب عمرها ما وصلت لـ 100% لكن الشاهد النهاردة اللي احنا لازم نصدره للجمهور ولازم يدخل في وعيهم هو أن اللقاحات كلها مؤمنة وفاعلة 100% أنا شخصيا من الناس اللي بشتغل في الملف بقى لعشرين سنة وبحتكب كل الدكاترة وسفرت بره وشفت الدنيا ماشية زي في الصناعات الدوائية أو الفاكسين أو كده كنت من أوائل الناس اللي بدرهم وسجلهم اللي لم يكن ليلة فتح الموقع دخلت وسجلت ثم الحمد لله حصلت على لقاح أسرزينكا الجرع الأولى وإن شاء الله هده جرع ومناسبة التسجيل سجل ودوره متأخر عليه شوية هل يقدر يغير المكان فدوره ييجي أسرع وأسهل؟ طيب خلينا نقول أن طبعا عملية التسجيل في الأول كانت عملية النتيجة بتاعتها كان بتيجي سريع عليه لأن كلنا ما كناش حظينة بنفس الوعي فالناس كانت بتسجل النهاردة يعني فيه زملاء وفيه أصدقاء وفيه معارف وفيه أهل اتصلوا بيا احنا مش مصدقين ان المسج وصلت لنا دلوقتي احنا سجلنا مبارح احنا سجلنا بقالنا تلات أيام بالزبط فالمسج جيت لنا فالنهاردة لو حضرتك بتسجلي من جديد هتلاقي فيه ويت انجليست ده الطبيعي لكن الدولة بتحاول تتغلب على الويت انجليست ده أن هي دلوقتي خصصت أكتر من 400 مركز وجاري تخصيص مراكز جديدة عشان نتيح لكل المواطنين فرص أكتر أن الفرص تبقى أسرع هو كله ان شاء الله مضمون فرصته أنه يحصل على اللقاح وأن الدولة والحقيقة المجهودات اللي بتقوم بها القيادة السياسية في ملف توفير اللقاحات مجهودات غير طبيعية حاجات يعني صورة يعني في خطة أعداد دلوقتي نحيكون في مراكز لوجود اللقاح أكتر يعني عدد أكبر من المراكز أول قوافل احنا دلوقتي ساعتك عندنا 400 مركز على مستوى الجمهورية هل اكتفينا بهذا الكلام لا ما عملناش كده بدأنا نعمل مجمعات كبيرة مجمعات ضخمة بتتحمل أعداد كبيرة زي مركز أرض المعارض اللي بيشيل 10 تلاف في اليوم تطعيم وبنستهدف تطعيم ما لا يقل عن 10 مليون كل شهر طيب سكتنا مسكتناش لا سيادة الرئيس كان ليه توجهات واضحة ان لازم ان التطعيم يوصل لأكبر شريحة وأكبر قدر ممكن من الناس ضمن خطة الدولة والحكومة علشان نوسع التطعيم ونحمل الناس من المضاعفات اللي ممكن يكون فيه موجة ربعة فبدأنا نعمل نعمل قوافل ونعمل ونتوسع فيه الوحدات الصحية ان احنا نوفر فيها ونسجل للفئات الأكثر تضرورا والأكثر حدوثا معها في المضاعفات زي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سن وأصحاب أمراض مزمنة والدنيا عندهم صعبة جدا في المرض لكن ما يعرفش يروح على الكمبيوتر ويبدأ يسجل أو حتى يفتح الموبايل ويسجل فالدولة والسيدة وزيرة الصحة أتاحت مكاتب في كل الأماكن وعملت قوافل تسجل الناس وتروح لهم لحد بيوتهم يعني حتى مبارح بدأت الوزارة تفكر في ان هي لأ احنا لازم نخرج طب الناس اللي سجلت واتيح ليها التسجيل وفعلا جالهم معاد بالباكسين لكن واحد عنده شلل واحد عنده مشكلة تأوقع عن النزول من البيت يعني ما بينزلتش ممكن حد يروح له البيت ممكن حد يروح له البيت طيب هتقول لي طب يروح له البيت إزاي يعني الكنيكشن اللي ممكن يحصل فتكوني النتيجة أن أنا لأي عربية جياني وممرضة محترمة رقم الواتساب بالزبط أنا عايزة أنتهز الفرصة وأقول برضو لكل المشاهدين أنه برضو ده من دورنا خط السياف 105 و15-33-5 والواتساب المتعلق بوزارة الصحة اللي دايما بتصدره لنا في كل الإعلانات وفي كل الحاجات البروشورز اللي بتوزعها في كل الأماكن علشان تتيح الكلام ده طيب نسكت على كده ما سكتناش احنا عندنا ناس عرضة للإصابات ومشاكل صحية زي مثلا الناس اللي بتخرج كل يوم تروح شغلها زي العمال في المصانع وزي العمال اللي شغلين فيه المشاريع القومية اللي سيادة الرئيس بيتابعها على مدار السياف وزي العمال اللي زي إنا اللي شغلين على الهوى برضو مراش عيف عبسوا كمامة وزي مييننا أو زي مييننا اللي بيتمقلوا كل يوم بزبط ده حقيقي كل الزملاء وكل الناس اللي بتسع على على أرزاقها يوميا وبتضطر إنها لازم تخرج عشان تؤدي عمل في النهاية لا احنا بدأنا العاملين في المصانع في المجمعات الصناعية الكبرى حيتم تخصيص مراكز وإفاد قوافل حتقوم إن هي بس الشطارة في المسألة إن احنا نسبق بقى بخطوة إذا الدولة سبقت لنا وفرد لنا التطعيم وجاءت لحد عندنا إنت خليك بقى ناصح وبسرعة خش سجل عشان لما ييجي يسأل حضرتك كعامل أو كموظف في شركة أو في مصنع هل حضرتك مسجل ما تستغرقش ما تستغرقش وقت وتبقى أصلا مسجل فأوكي خلاص يبقى المسألة سهلة عشان هو بيرجع يسجل ورقي وبياخد صورة البطاقة وبيرجع يخش فده ما جهود فإحنا نوفر على بعض ونسعف بعض بشكل أو بأخر الموقع هوا معنا بالزبط عشان خلاص ما لناش حجة ومن عظمة مصر ومن عظمة سيادة الرئيس إنه تم تخصيص الموقع ده باللغتين العربية والإنجليزية وأضيف لمعلومات السيادة المتابعين لو محدش عارف يعني إن الأجانب الموجودين على أرض مصر اللي بيقوموا بالتسجيل اللي هما الناس اللي عايشة في وسطنا أجانب لأي سبب من الأسباب بياخدوا من اللقاح برضو مجانا ولو جيت سألتني هو إحنا ليه طيب ما إحنا ممكن نوفره بأي آلية مادية معينة هقولك إن من ضمن البروتوكوليات اللي مضت عليها مصر علشان تتلقى الدفعات المختلفة من اللقاحات من العالم سواء من كوفيكس أو من الشركات اللي بنتعقد معها بشكل مباشر هنلاقي إن ممنوع إنه يحدث عملية بيع أو أي نوع من أنواع التدول بمقابل مادة إلا من خلال الدول الكبيرة طيب خلينا نتكلم بس عن جزئية قبل ما ندخل على مرحلة التصنيع علشان برضو نحط نفسنا مكان اللي بيتفرج دلوقتي وعنده شوية تساؤلات في مخيلته يعني ده فيروس مستجد وبيتحور فلو حصل لقدر الله إنه هذا الفيروس تحور وإحنا لسه بنقوله هو يا هادي إحنا طلعين لكم باللقاحات في الفيروس اللي هو كوفيد-19 فهل بقى لو لقدر الله حصل تحور لهذا الفيروس اللقاحات دي هتنفع ولا كده خلاص لازم يتعمل أبحاث من أول وجديد يعني الناس برضو الآن من الحتة دي طيب خلينا ناخد مثال بسيط إحنا عندنا كل سنة اللقاح بتاع الأنفلونزة كل سنة بتظهر على العالم الفيروسات من طبيعتها التحور طول الوقت بتتحور طب هي بتتحور ليه بتتحور عشان تتكيف مع العائل اللي هي بتبدأ تعيش فيه اللي هو زي البشر أو أي مكان يعني فبالتالي طيب كل سنة كل سنة بيحدث إن بيحصل بنشتغل عليها في المعامل المتخصصين طبعا وبيبدأوا يطلعوا الفاكسين مناسب للسلالات اللي حصل طيب هل أنا النهار دا سؤال بقى واضح عمال بيحصل كل يوم بنلاقي طفرات مختلفة في الفيروس بنسمع عنها في الهند وفي جنوب أفريقيا بنسمع عنها في إنجلترا وبنسمع عنها هل اللقاح اللي متصنح حاليا مناسب للطفرات دي مناسب طبعا لأن أكيد التغيرات الجينية اللي حصلت في الفيروس مش بالطفرة الكبيرة اللي تستلزم أنا أقول ستوب وأبدأ أصنع اللقاح تاني جديد بطريقة مختلفة علشان أقدر أواجه السلالة الجديدة اللي هو أضع في الإيمان 50% من تأثيره وأنت بتقضي عليه بالزبط ولكن هي صالحة وآمنة وفعالة وبتؤد الغرض وتمامه وفيش مشكلة وإحنا لو لقينا من وقت ما صنعنا اللقاح لحد النهار دا هنلاقي إن فيه سلالات كتيرة جدا مر في الحصول على التطعيم في المقابل المعامل والعلماء والناس اللي بتصنع الفكسين شغالة على ذرجة جديد تطلعه علشان يكون برضو مواكب لكل التطورات والتفارات اللي بتحصل في الفيروس من وقت من وقت إلى آخر لكن اللقاح لم يعد اختيار شخصي اللقاح أصبح ضرورة وضرورة ملحة وإحنا ما قدمناش غير إن إحنا ناخد اللقاح طب بالنسبة للتصنيع دلوقتي مصر استوردت المواد الخام ومفروضا هي خلاص هتخش في يعني في السباق بتاع التصنيع تمام فعايزين نعرف يعني موضوع هيمشي إزاي هيبتدي إزاي طيب خلينا أقول لحضرتك إن دلوقتي إحنا بنستورد أو بيتورد لنا من الاتحاد العالمي اللي هو الكوفيكس أو بالشراكات المباشرة مع الدول أو مع الشركات اللي هي بتقوم بتصنيع اللقاح وعندها براءات الاختراع وهي صاحبة النهو في مسألة التصنيع طبعا إحنا يعني برضو دي فكر سباق للقيادة السياسية والحقيقة للحكومة لأن هي برضو لازم نكون متطورين من وقت إلى آخر ما نرتكزش طول الوقت إلى توفير البروداكت أو الفاكسين أو العقار أو اللقاح أو الحاجة بنعتمد على الخارج في توفيرها ربما يحدث أن في ضغط رهيب على مستوى العالم في طلب اللقاحات في دول أفلت قال لك أنا لازم النهاردة أحقق الرضا لشعوبي علشان أوفر لهم اللقاح فسيادة الرئيس بسرعة كانت خطة بديلة مع استراد وتوفير اللقاحات أنه لازم يكون فيه توجه لتصنيع اللقاحات هل إحنا عندنا إمكانية لهذا الكلام الإجابة آه عندنا مصنع اسم مصنع 60 في شركة فاكسيرا وهي شركة بتشرف عليها الدولة وبتخضع لملكية الدولة فيها إمكانيات كانت هنتصنع لقاحات بس في ترك تاني يعني في حاجة تاني لكن قيمة المصنع لقينا أنه نقدر نشتغل فيه ونبدأ بالتعبئ اللي بيسألني هو إحنا هنجيب التكنولوجي بسرعة كده ونبدأ نصنع لا إحنا عملية التصنيع بتبدأ على سلسلة من المراحل أو على مجموعة مراحل المرحلة الأولى هي مثلا التغليف المرحلة التانية بتبقى التعبئة المرحلة التالتة هو نقل التكنولوجي اللي بيحصل دلوقتي إن إحنا بنعبي عندنا في مصر هنا حصل واستوردنا أول مواد خام للتصنيع وهي 1400 لتر من اللقاح الخام هيتم تعبئته وتوفيره أسهل برضو نوعا ما من فكرة إن تيجي الحاجة جاهزة لحد مصر فإحنا بنجيب من بره وفي نفس الوقت بنصنع من جوه عشان نحقق الاكتفاء الذاتي ونقدر نوصل بنسبة تطعيم ماء إيه لش عن 70% لكل المصريين في زمن قياسي علشان نقدر في خلال قد إيه ممكن مصر يعني يكون المنتج مصري 100% في الشأن اللقاح إحنا يعني حاليا دلوقتي وتم استراد ودخول الدفعات تخضع للتحاليل للتأكد رغم رغم عشان بس المشككين والناس اللي بتروج لإشعاعات مش منضبطة ومش مظبوطة وبتقول إن اللقاحات دي فيها شيء من يعني ممكن ما تبقاش مظبوطة أوي لكن بتيجي شهادات موسقة من مراكز بحسية ومراكز فحص عالمية من برا مع المواد الخام أو مع اللقاحات لكن إحنا برضو ما بنعملش كده بناخد اللقاحات دي أو المواد الخام بيتم تحليلها ومراجعتها تاني وبنطلع لها شهادات جديدة والتتوافق مع المعايير والأكواد منظمة صحة العالمية ومصر عشان نتأكد إن ده فعليا مية في المية بيرفت ما فيهوش أي مشكلة طيب إحنا فيما يخص خلال يونيا شهر يونيا إن شاء الله مع نهاية الشهر تبدأ يبقى فيه أو البرودكت مصري حيكون مصخر كل الإنتاج محلي في المرحلة الأولى لحتى تحقيق الاكتفاء الزاتي ريادة مصر لا تغيب دائما عن القرن الأفريقي والقرن السمراء وبالتالي حيكون فيه شق وسياق آخر ولكن بعد تحقيق الاكتفاء الزاتي إن مصر تكون قاعدة أيوة دي نقطة موامة أوي يا شبهاتي يعطي أقول لك إيه مش لما نخلص لا 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 ده لنه وصلنا نخلص اللي عندنا الأول طبعا وفي المناسبة دي قواعد ريجوليشن معمول بها في مصر إن لازم أي دواء أو أي منتج حيوي لازم تحقق بالاكتفاء الزاتي فعليا وتوفر مخزون استراتيجي ثم تتاجه لفكرة التصدير طيب سؤال بس للمعلومة يعني المركز اللقاحات اللي احنا بنتكلم من هم حوالي 400 على مستوى الجمهورية هل دي يعني مثلا ده هفاجئ حضرتك وأساساتهم اللي العاملين فيها يعني مثلا ممكن يكون فيه نتكلم عن نفس المادانة الانتاج الإعلامي مثلا ممكن يكون فيها مركز اللقاحات أو قافلة هتكون موجودة بحيث أن كل العاملين اللي مادانة الانتاج ياخدوا اللقاح من مكانهم ولا برضو كله هيبقى من خلال تسجيل هو خلينا نقول في البداية زي ما ذكرت للسيادتك من شوية قلنا احنا لازم نجري بسرعة كلنا حتى اللي عنده شك أو اللي نفسه غير مستقرة روح سجل على الموقع مش هتخسر حاجة لو جالك معاد ومش عايز تروح ما فيش مشكلة هيعدل معاد وحترجى حضرتك تروح تسجل تاني وحتاخد معاد جديد وما فيش مشكلة لكن فكرة التوسع في الفئات التوسع في الفئات ده حاجة إن شاء الله ما فيهاش مشكلة امتى حيتين ما عمل المراكز دي هي الدولة بتستهدف في القوافل أو في المراكز الاستثنائية الفئات الأكثر عرضة والأكثر تضرورا والأكثر تعرضا للإصابة ولكن برضو بفقه معايلة لأن الأساس إن احنا لازم الناس كلها تسجل يعني الناس برضو مستسهلة أو تسزمها فكرة إن أنا إيه هم هاجبونا مركز في الحتة الفلانية فبلاش بقى تسجل وتشغل بالك بالعكس أنت بتصلح شيء مهم وبترسي قواعد وبتغير حتى فكرة الاستحواز أي برودكت مهم إحنا عملنا موقع عملنا موقع ليه أكيد فيه مستهدفات هي الفكرة مش مش إننا يعني نتعب الناس بقدر من هو البيانات دي هتبقى مرجعية إن احنا نعرف مين خد ومين ما خدش قديق من الناس نقيس نسبة الوعي على فكرة النهاردة لو إحنا مثلا متكلم على منطقة زي المهندسين أو مركز لقاعد فكسير هتلاقي الرد فيها عالي جدا ليه عشان فيه وعي ده مؤشر للدولة والحكومة إننا لازم أشتغل على الوعي للمواطنين لأن الوعي هو أعلى وسيلة تقود البناء أدم إلى إنه يكون طول الوقت متطور مع الأسف إحنا وقتنا خلص منذكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ وليد عبد السلام مسؤول ملف الصحة بجريدة اليوم السابع نورتنا واستفدنا منك جدا متشكرا شكرا للحضرتك وأنا سعيد باللقاء نشكرك شكرا جزيلا ومشاهدين اشتركوا في القناة